السلام عليكم ورحمة الله المتزوجون أكثر صحة من غير المتزوجين هذه دراسة علمية أيها الأحبة تؤكد سنة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام في الزواج فالنبي لم يأمر بشيء إلا وكان فيه خير ولم ينهى عن شيء إلا وكان فيه الشر اليوم الغرب يعزف عن الزواج يستبدل الزواجة بصاحبة بكلب بشذوذ جنسي المهم أن نسبة المواليد تنخفض لديهم نسبة الزواج الطبيعي تنخفض لذلك نجد بعض دول أوروبا نسبة الزواج غير الشرعي طبعا هو ليس بزواج هو زنا نسبة الأولاد غير الشرعيين أكثر من أربعين بالمئة كما في أمريكا وفرنسا ودول كثيرة جدا بسبب اتباعهم لقوانين الإلحاد اليوم أيها الأحبة أنا سأتأمل معكم دراسة بلغة الأرقام فالعلماء يثبتون يوما بعد يوم صدق كل تشريع النبوي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذه إحدى الدراسات حول تأثير الزواج على صحة الإنسان لا ننسى أن النبي عليه الصلاة والسلام شارع على نزواج وأكد عليه وقال فما الرغب عن سنتي فليس مني الدراسة طبعا منشورة على موقع سيئن إن تقول إن المتزوجين دائما يكونون في صحة أفضل العازب إذا طال به العمر يعني فوق سن الأربعين غالبا ما تتدهور صحته بصورة أسرع ويضعف لديه النظام المناعي مع لالم أن الدراسة تقول إن المتزوجين أكثر عرضة لزيادة الوزن أو البدانة أكثر عرضة مثلا لبعض أمراض مثل السكر وضغط الدم والناتجة عن زيادة الوزن ولكن بالمجمل المتزوج أكثر صحة من غير المتزوج هذه الدراسة طبعا تمت في المركز القومي لإحصاءات الصحة طبعا هذا التقرير نشير منذ 16-14-2004 واستند على مقابلات مع أكثر من 125 ألف إنسان هذا لديهم أيها الأحبة والزواج على الطريقة الإلحادية لا يكون بيت متماسك كما لدينا ليس لديهم صلة رحم فقط عقد وحياة شكلية على رغم من ذلك لها فوائد كثيرة فما بالك بالأسرة المسلمة المترابطة التي يقوم فيها الزواج على مرضات الله وعلى التقوى وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالخبيرة هناك في إحصاءات الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا وهي رئيسة فريق الدراسة تؤكد أن هناك نظريتان نظرية حماية الزواج التي ترى أن المتزوجين قد يتمتعون بإيجابيات أكثر بمفهوم المصادر الاقتصادية والدعم الاجتماعي والنفسي والتشجيع لاعتماد أسلوب حياة الصحة نظرية الثانية نظرية اختيار الزواج وهي طبعا تقول بأن الناس الأكثر صحة يتزوجون ويظلون متزوجين في حين الأقل صحة لا يقدم على الزواج أو من المرجح أن يصبح أكثر عرضة للانفصال أو الطلاق إلى آخره طبعا أيها الأحبة بغض النظر النتيجة المهمة أن بين الراشدين من سن 18 وما فوق 11.9% منهم قالوا إنهم في صحة سيئة وقال قرابة 10.5% من المتزوجين إنهم في صحة سيئة فيما كانت نسبة باقي المجموعات أعلى فالأرامل يبدو أنهم بين الأعلى في هذه المجموعات النسبة بلغت 19.6% طبعا هنا أيها الأحبة نتائج هذه الدراسة التي أجراها المركز القومي لإحصاءات الصحة طبعا هذا في أمريكا تمت بين عام 1999 وعام 2000 وبالضبط أجريت على 127 ألف شخص و545 أعمارهم فوق 18 أظهر التقرير أن 58.2% من البالغين متزوجون و10.4% منفصلون أو مطلقون 6.6% أرامل 19% لم يسبق لهم الزواج 5.7% يعيشون مع شريك غير شرعي يعني ووجدت تقرير أن حوالي 61% من البيض طبعا هذا كتصنيف عرقي يعني أو حسب اللون 58.5% من ذوي الأصول الإسبانية 38.5% من السود متزوجون دراسة وجدت أن من يعيشون معا دون زواج انظر مع إخي الحبيب بعض من ينادي بالتحرر الذين يعيشون معا دون زواج أكثر عرضة للمعاناة من مشكلات نفسية مقارنة مع البالغين المتزوجين المكتب الإحصائي الأسترالي أيضا قام بدراسة تبين أن المتزوجون أو المتزوجين أطولوا عمرا من غير المتزوجين طبعا البروفيسور بيتر مكدونالد من معهد البحث السكان والاجتماعي يقول أن المتزوجين لهم معدلات عمر أعلى طبعا أعمار بيد الله ولكن المتزوج يعيش حياة أطول لماذا؟ لأن الزواج يرفع النظام المناهي للإنسان طبعا هنا أيها الأحبة المتزوج يكون أكثر سعادة أيضا الدراسة لاحظت أن النساء المتزوجات أيضا تزيد أعمارهن عن العازبات والباحثون من أجل ذلك يؤكدون على أهمية الزواج وأنه يمنح الإنسان قدرة على السعادة قدرة على التفكير الإيجابي وبالتالي يمنحه نظام مناعي أقوى أكثر مقاومة للأمراض مما يؤدي إلى أن يتمتع بصحة أفضل وعمر أطول طبعا أكدت بعض الدراسات على أهمية العلاقات الاجتماعية أيضا في طول العمر وفي الصحة الجيدة فالإنسان الذي يتمتع بعلاقات أقوى ولديه روابط اجتماعية وخصوصا مع أقاربه يعيش أكثر من ذلك الإنسان الإنعزالي النبي أمرنا أن نخالط الناس أن نصبر على أذاهم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن ينسأ له في عمره يطال يعني في عمره ويبارك فليصل رحمه صلة الرحم يعني علاقات اجتماعية هذا الحديث يربط بين صلة الرحم وطول العمر وهو ما يراه العلماء اليوم من خلال أبحاثهم فالإنسان الذي يتمتع بعلاقات اجتماعية في أسرته وأقاربه ومحيطه يعيش عمرا أطول سبحان الله يعني شيء عجيب هنا أيها الأحبة لابد أن نتذكر قاعدة نبوية رائعة وضعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال لا أتزوج أبدا قال له فمن رغب عن سنتي فليس مني فالنبي عليه الصلاة والسلام سنى الزواج وجعله عملا يثاب المؤمن عليه تصور أخي الحبيب حتى عندما يعاشر المؤمن زوجته وهو يقضي شهوة عنده يأخذ أجرا وعندما تعجب الصحابة من ذلك قال لهم النبي أرأيتم إن وضعها في حرام سيكون عليه وزر وذنب عظيم وسيئات يحملها كذلك إذا وضعها في حلال يأخذ أجرا ويرضى الله عنه سبحان الله يعني يعني حتى الزواج في الإسلام ليس مجرد بناء بيت وسعادة ومتعة وكذلك فيه أجر عظيم أيضا سبحان الله هنا أيها الأحبة لابد أيضا أن نتذكر آية كريمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فهذه المودة والرحمة والسكون لا يتحقق إلا في الزواج نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وهذه دعوة طبعا من النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للشباب لا تؤخر الزواج كثيرا التج إلى الله بالدعاء أترك يعني الله هو الذي يختار لك توكل على الله واسأل الله أن يختار لك الزوجة الصالحة وبالنسبة للنساء اسأل الله أن يختار لك الزوجة الصالحة ولا ننسى هنا أيها الأحبة دعاء سيدنا موسى عليه السلام عندما تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقر هذا الدعاء مهم جدا لتيسير الزواج أيضا إن شاء الله الحقيقة أيها الأحبة موضوع الزواج موضوع كبير جدا وفيه الكثير من الفوائد في الوقاية من السرطان نحن هنا تناولنا دراسة واحدة ولكن هناك مئات الدراسات التي تؤكد الفوائد الكثيرة جدا للزواج نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الاقتداء بسنة هذا النبي الكريم وأن نكون معه جميعا في الجنة إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق